الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام على مولانا بقية الله في أرضه الإمام المنتظر أرواحنا له الفداء عجل الله فرجه الشريف ووصل بيننا وبينه وجعلنا من خدمه ومقوية سلطان المنتظرين له بالعمل والمنتصرين به والمستشهدين بين يديه الطاهرتين إنه قريب سميع ومجيب السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته كل عاموا أنتوا بخير كل عيدوا أنتوا بخير كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد وأيضا نحن في شهر شوال شهر شوال يعني الله عز وجل خصه أن يكون مجاورا لشهر رمضان المبارك لأنه شهر ظهور الآثار العملية والبركات والأنوار والتحف التي أعدها الإنسان في شهر رمضان المبارك أول إهدية فيه هو عيد أول يوم فيه هو عيد وفي هذا العيد وزعت الجوائز ومنحت الهدايا والنحل وأيضا يمتد هذا الشهر ببركاته وتشال فيه الذنوب كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله نسأل الله عز وجل أن يجعل أيضا هذا الشهر تخفيف لما أثقل ظهورنا من ما عملناه عن عمد أو عن غفلة أو حتى عن جهل ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل عام لسيام شهر رمضان المبارك وأن نبدأ من يوم العيد بالإعداد لليلة القدر القادمة لأن كثير من العلماء يحضرون كل أيام السنة ليصلوا إلى ذلك اليوم أو تلك الليلة المباركة ليلة الأدر وإن شاء الله الله عز وجل يكون كتب لنا أفضل الأقدار وتوفيقات وأن يجعل أيضا بركات هذا العام ممتدة وموصولة بكل عام إن شاء الله تعالى وأن يكون العام القادم عام الفرج الكبير والوعد الإلهي والأحداث إن شاء الله التي تتسارع إن شاء الله تنبئ وتقودنا إلى ذلك الأمل الكبير إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته عند المتقين في عندهم شيء اسمه الزمن يعني الطقوة والزمن الزمن بلسان أمير المؤمنين هو يقسمه إلى قسمين عند الطق بأسم اليوم إلى ليل ونهار ويخصص للليل فقرة كاملة يربطها بعدة أمور أول شيء يربطها باليقظة الاستيقاظ واثنين يربطها بالقرآن الكريم وبالتالي يربطها أيضا بالآخرة يعني علاقة التقي بالليل فترة الليل عند التقي فترة شغالة وفيها القرآن الكريم وفيها القيام وفيها أيضا تذكر أحوال وأهوال يوم القيامة والآخرة إذن هي مليئة تضج عند التقي بنوع من حياة خاصة أول شيء الليل محونا آية الليل الله عز وجل بالليل بيشيل الألوان الله بالليل بيهدئ الحركة الكونية أغلب المخلوقات مبرمجة على النوم بالليل ومن آياته منامكم في الليل والنهار وابتغاؤكم من فضله يعني بالنهار تبتغوا من فضله وبالليل بتناموا فكل الناس هلأ بمبرمجين يناموا مع بعض تقريبا يفيقوا مع بعض وجعلنا النهار معاشا شاك الليلة سباتة الله عز وجل يقود البشرية بل سائر المخلوقات أنه نادراً ما فيه مخلوقات بتنشط بالليل كل المخلوق له برمجة بس معظم المخلوقات بتهدأ بالليل الأصوات بتسكت الهدوء بعم كل شيء أكثر المخلوقات بتنام هلأ شيء بنام عظهره شيء بنام هو وقف بشاك بسلا كرامكم الله بعض الحيوانات بناموا هنه وقفين بعض العصافير بنام ع إجر وحدة مسلا الجيجة بتنام ع إجر وحدة تسخيل واحد مننا بدينام بالليل ع إجر وحدة بيقدرش يعني بس الجيجة بتقدر وبتغفل وبتشخر كمان بالليل هلأ كيف بتهدي كل الليل ع إجر وحدة وغفلينة مستأنسة ما بعرف ع إجر وحدة تشوف أنت أنه الله عز وجل أقرب للمخلوقات آياته هي بالليل ومن آياته منامكم بالليل في الليل والنهار طيب هذا النوم بيعمل حالة ثبات عند العالم هي وقت الراحة والجسم فيزيائيا بحاجة لقصد من النوم بالليل وخاصة قبل نص الليل وبالتالي كيف يمكن أن يجمع الإنسان ما بين الراحة المطلوبة لشحد القوة تشريش البطاريات الجسمية الجسمينية والعقلية كل هذا بده شو يعمل بده يجر أتنشط النوم هو فترة لتشريج الطاقة الجسدية والمعنوية ولكن هون في معادلة أنه بعض الرواية بتحكي أنه السعي للقيام بالليل بيعطي نشاط بالنهار خاصة الصلاة بالليل يعني من يوفق للصلاة بالليل يؤدي هذا هذه اليقظة إلى نشاط جسميني بالنهار نعم بعوضهم بلحظة بنامة بالنهار بسموها قيلولة يعني نص ساعة ربع ساعة نص ساعة ترجع بتشد الجسم بيتنشط الواحد بيكفي هذه الربع ساعة خاصة قبل الزوال إذا بيقدر وبيقدر يجعي نشط حاله وبستعيد كل القوة يعني مش مظبوط أنه النوم كل الليل بيعطي نشاط كل النهار لأنه النوم بيجر نوم وإذا الواحد بينام أكتر من وقته بيصير يعطي ضد الناتج يعني بيصير يتعب أكتر بالنهار فنوام بالليل وكسول بالنهار أبدا فمش كل نوم طويل هو مفيد ولا كل نوم قصير مضر بده يراعي الواحد قدراته الجسدية والنفسية والروحية والعمل تاني يوم فالإنسان بس بده يستثمر الليل بده يكون منتبه أنه في وقت بالليل نموذج وقت بالليل هو جوهر هذا الوقت بالليل كل ما قرب من الفجر يسمونه وقت السحر هذا الوقت يعني خاصة آخر نص ساعة من الليل يعني قبل نص ساعة من الأدان هون قم الليلة إلا قليلة زده أو نقص منه بشاك وزد عليه وردتي للقرآن كل واحد له قدرة واحد بيقوم بالليل كله أنا بعرف هلا ناس بناموش بالليل من القادة يعني بناموش بالليل بديش ألكم مين يعني بناموش بالليل بنامو قبل الظهر بيرتاحه لا درام ما بيكونوا نايمين بالليل فترة الانتاج فترة الشغل بالله مش معناتها إنه كل واحد مني اللي بدو يعمل هاي هونو والله بنسمع من المعصوم إنه بيصلي باليوم والليلي ألف ركعة وإلى آخره بيجي واحد بدي يعمل دغري معصوم بدي يعمل اللاوي ويعمل كل شي دفعه وحده خاصة الشباب يعني الشاب عنده نزعات روحية كتير عالية بس بدي يحافظ كتير عالتوازن بين مطالبه وبين واجباته بين أداءه ما بدي يعمل شي على حساب شي لأنه بالآخر حلو الإنسان إنه يكون اتجاهه معنوي بس مش على حساب الوظائف وحساب صحته وحساب مستقبله بده يوازن ومش مطلوب للإنسان لحتي يصير عابد إنه يمكن كل الله الفايع إنه هلا هايدي دليل العبادة لا بالعكس بيقول بعض العلماء بيناموا أفضل من سهر الجهل في ناس هلا بيضلوا فيقين للصبح بالكازينيات وبيلعبوا وراء وبيتفرجوا على التلفزيونات بيحملوا التليفونات بيشتغلوا كل الليل على التليفون على التليفون بالله لكله راح وقت النوم وراح وقت العبادة وراح تصلاة الصبح وقام كسلين على شغله وبطل عنده انتاجية لا لأنه حضرته كان مبسوط باللال مستقنس وعم يلعب باللعب ما يخدت له كل خياله وكل اهتماماته وكل عصابه عم بيتلف حاله على البطي ومفكر حاله مبسوط هادي اللذة الوهمية للألعاب باللال أو للسهر اللي بيسهروا الواحب باللال لأنه بيستقنس الإنسان باللال خاصة بس يكونوا شلة شباب ويعدم مع بعضهم عم يتناغموا مع بعضهم قدام البنايات عالموتسيكلات بالأهاوة وكذا مانا نضيع وقت وكذا كل واحد بيميل لعمره يعني كل مش معقول واحد يسهر مساء عمره خمستعشر سنة معشي ست سبع ختائر وعمره ثمانين سنة يعني كله عم يلقل وهو ديك وهو قاعد شو ليسمعوا مع بعضهم دعايتوا عشرين مرة بدوا ينقل كل واحد عشكله يعد هو يستعنس هو وإلى آخر وبالتالي كل إنسان بنقل البيئة اللي بتحبها وبنقل الأشخاص اللي بيها البيئة لينسجم هو إياهم بما أنه الشباب أكتر شي تداول بين بعضهم بالعمر وبالتوجهات وبالدوافع بالأحاسيس والمشاعر والمغامرات مش هيك والأوهام اللي بيعيشوها بدون كل واحد بدوا يسولف للتاني فبيقعدوا عالموتسيك ودق قاعد ودق واقف نص ساعة ساعة ساعتين وبنكتوا مع بعضهم وخاصة إذا عم يحكوا بقضايا سرية وحساسة نعرف كيف بيقولهش لحدا يعني لبيو بيقولهش لأمو بيقولهش بيقوله للمين لرفيقو كل واحد عشكله يعني وبالتالي الرفقة بتلعب دور كبير بتوظيف الوقت اللي هو باللال وبتنشط عند كتير من الشباب هلا نتيجة الفراغ نتيجة عدم الشغل نتيجة قلة الإمكانات بدوا الإنسان يروح عن نفسه يموح عن نفسه فبيلجأ لهذه الأماكن لحتى يقدر هيك يعني يرضي نفسه صحة تعبير يقطع وقت هذا كله بيعمل مشاكل تراكمية هذا الفراغ وباللال عم يضرب له كتير من المنظومة الطبيعية لإله نتيجة إنه شو عم يستثمر منه ها ما بتعرف شو هي الفايدة شو هي الحاكي اللي عم يحكي ما بعرف شو عم يستفيد منه لدنيا ما بعرف لآخرته ما بعرف لذلك هذا الفراغ لما بدي عبيل وحب بهذا الوقت من دون أي جدوى رح يقتل شبابه ويقتل طموحاته وبنفس الوقت رح يتحول لكتلة من الأوهام بيزيد وهمه فبدوا ينتبهوا الواحد إنه هذا الليل في إله منازل يعني في شيء اسمه أول الليل في شيء نص الليل تلت الليل تلت الأخير من الليل قبل الفجر فيه مراحل والصبح إذا تنفس هوني كيف إله إله خصوصية أنا اليوم لما بشوف أمير المؤمنة عليه السلام عم يوصف استثمار التقي للليل شو بيقول بيقول أما الليل فصافونا أقدامهم صافونا أقدامهم عم بلّش يوصف هلأ الحالة الفيزيائية لهو دي اللي بيكونو فيقين بفترة من الليل وأني بنصح يعني الأكتري مش إنه الواحد يضل فيه 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 حاله من الساعة ثمانية يخلش يبيوصل لصلاة الصبح أو بينام قبله أو بيعيش شو عم بيقول أبنوا نعسين بديو إيش يقوله السلام عليكم السلام عليكم أبنوا يسوع عتقد بيكون غفلين إنه والله أحيانا الليل ما هي الليل مش لأنه ليل الليل لأنه قلبك لما بتغيب الألوان والأشكال بيصير فيه صفاء هدوء الفيزياء بتتعطل خاصة إذا كان بالعتم الحمد لله بيضل مقطوع هربك كمين شو بدك أحسن منها فبتقعد بتقعد فيه فترة من الفترات الطقية استثمر هادي اللحظة اللي هي هدوء وسكون وظلام لأنه بالعتم بيبطل واحد ينشغلوا عيونه بالأشياء بيبطل يشوف الألوان ماشي والألوان قلتلكم يكي مرة أو لا إنه الألوان مش ما بتطلع من الأشياء بس الألوان في عدة عناصر بتشكل اللون يعني هلأ بس نطفي هلأ الأحسينية اللون الأسود بيصير أسود واللون الأحمر بيصير أسود وأنا البنة بيصير أسود كل الأشياء بيصير سودة وين راحة الألوان لما نطفه لأنه الضو جزء من اللون والعيون جزء من اللون والأشياء جزء من اللون يعني لحتى يصير فيه لون عند الأشياء بدي يكون فيه عدة عناصر مش الأشياء بتعطي اللون ولا بس الضو بيعطي اللون ولا العيون بس بيعطي اللون تلاتة مع بعضهم يعني فيه عناصر بصرية وفيه عناصر إضاءة وفيه عناصر الأجسام حركة الذرات تنتج نوع من الإشارات هاي الإشارات تتكثف تخفف الله سبحانه وتعالى يعني من آيات اختلاف وألسنتكم وألوانكم آيات الله هايدي اختلاف في اختلاف بالألوان هايدي من أنا بتجي بالليل بيصير كل شي مشترك ما بيعط فيلون ما بيعط فيلون يشغلك أحمر أبيض أسفر خلاص عتم إذن النفس في هذا الليل تتوجه أكتر إلى مقاصدها إذن هايدي فرصة للتفكر فرصة للتأمل وبالتالي أنا ما بطلب من الواحد يفئ بالله ليكون تعبان ما بطلب من الواحد يجبر حاله على الفيئة بطريقة مضرة كم من قائم الليس له من قيامه إلا التعب والنصب قائم قاعد فيق 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 شو بدي بالفيئة نوم العالم أفضل من سهر الجاهل هو نايم العالم بعنده عجر أكتر من اللي فيئة ومش عارف حاله كيف بدي يستثمر فيئته إذن القضية مش بالفيئة القضية شو العمل النوعي اللي ممكن واحد يعمله بأقل وقت وبيكون دسم شو لازم نعمل باللال شو هي الفرص يعني شو هي اللال كلال طيب هلا بتأغرب مسلا سبعة ونص وخمس تماني إلا شواء عليكم السلام تسعة ونص عشرة ونص 11-12-1-2-3-4-5 8 ساعات باللال يعني حتى إحيي اللال بتضلني فيئهم هوا كلهم لا فيي أنا أعطي قصد لأنه كل ساعة باللال بتساوي 3 ساعات بالنهار كل ساعة بنام الواحب باللال بتساوي 3 ساعات بالنهار إذن أنا قادر أبما فيي شد الحبل تاع النومة لبكير كل ما بكرت بصير أحسن الجسم وأحسن إلي للفيقة وبالتالي واحدة من عناصر التوفيق لصلاة الصبح هو عدم التأخير بالنوم يعني النوم باكرا سريعا مثلا إذا تطلع بالسماء الساعة 10 أو تطلع بالسماء الساعة 12 هي زيتة الليل ليل وإذا أنا لعبت لك بالساعة وعبت لك يا تنتين تنعز دغري بتقولي ييه صارت ساعة تنتين ما أنا عن فرنس علاك أنا قربت لك الساعة بس أنت الساعة 10 والساعة تنتين هني زيتهم بالنسبة للليل شو الفرق بينياتهم يعني من العتمة عتمة لذلك أنت بتعيش وهم بدكش أنت تغرق فيه سيد القائد بعظمته بنام الساعة 10 ونص عشرة ونص بنام سيد القائد هو السيد القائد واداش بفاق يعني والله بنام له مثلا أربع خمس ساعات بقوله بفاق قبل الصلاة الصبح بنص ساعة أو ساعة بفاق السيد القائد بيصلي هلكم ركعة بيدي هلكم دعا بيقرأ القرآن بيجي صلاة الصبح بفيعة صلاة الصبح وبيضل فيق السيد القائد الساعة خمسة عند الفجر السيد القائد يقعد وراء مكتبه عم بيدير الأمة تابع كل شيء إذن الزكا هو اللي بدي يعفك فيقطه في الوقت أنا مش قادر مش خطيار كبير لحتى لي فيق مرتاح وعندي وقت وبقدر رندح وأعمل تعفو فاضي الأشغال اللي كبير بالعمر بيضل عنده وقت يستسم بس الشاب أو العادي إنسان البعض بهمته بده يخصص وقت بالليل الوقت كله نايم كله أوفلاين كله أوف ما بيمشي الحال بدك تعمل أنت وقت للأون هادي الأونلاين بدك يتهندسها شوية والله يا أخي هلأ للشباب لنقول الآخر نص ساعة قبلين معك أخي آخر ربع ساعة منحي هتبر هالربع ساعة اللي هني آخر فصل من الليل المتصل بالفجر هيدا الوقت الدهبة هذا الواحد يقطف بتقوله طربونة الحباب هاي يقطف قليل مدوم عليه خير من كثير ممنون منه هلا مثلا واحد بيحب أنه يفئ ويعمل بس ليه ما بيتوفى طب ليه ما بيتوفى ما فيه أسباب أول شي ما بيتوفى لأنه الله بدهش يوفى أحسن ما يصير مغرور يصير شو في حاله يأتي بحاله عابد زهد أحسن من غيره فالله بيله روح خليك نايم لإلا بيدربه كف النوم حتى لا يبتلى بالعجب ماشي لأنه اللي بيلوم نفسه له أجر أكتر من اللي بيمدح نفسه بيلوم نفسه على تقصيرها بيضل عنده شعور الله عز وجل بيحب الإنسان اللي بيلوم نفسه حتى ما يدخل العجب فمش عم نصلي بالليل لنريح نفسنا ولا نشوف حالنا على العالم هذه الليل مكافأة من الله هذه الليل بيعطيها الله للي بيعرف يستثمر لذلك قبل ما يفعش الوحب بالله لأنه بيسهر كتير قبل ما يفعش الوحب بالله لأنه بد يدخله مشاكل نفسية وتكبر وعجب قبل ما يفعش بالله لأنه في عنده ذنوب بتقيده بتتقله جسمه البطل يتوفق لحتى يفع فيه ذنوب طيب هون الوحب مننا قبل ما يفعش باللال لأنه في عنده سبب تاني معين إهمال غفلة إنه هو عنده استداد روحي بس مش مبرمج حاله مش عم يطلب من الله واحد ما بيحبش أو بيعرف الشغلة لش بدي يطلبها بده يعرفها ويعرف إيمتها لا يرغب فيها لا يطلبها فإذا أولا حب يكون هامل كل شيء اسمه لال وهامل كل شيء اسمه استفادي من هالفرصة يمكن فيه ناس تنقل بحياتهم من وراء صلاة الليل تعفوا النبي صلى الله عليه وقت ليس صار شفيع الأمة شفيع يوم لأيامه مقام الشفيع لا من صلاة الليل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود هاي الشفيع ومن الليل يفتهجب به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود يلا الشفيع كل يوم لأيامه من وراء فيئة الليل شفيع المليارات والملايين مقام الشفيع له ربط بالليل روح وشوفه شمية ومش عارف قديش فوائد بس الصلاة بالليل ميت فائدة الرزق دفع البلى بياض الوجه سرعة قضاء الحوائج لوفئات وبركات وأرزاء تغيير حياة من أراد الدنيا فعليه بصلاة الليل من أراد الآخرة فعليه بصلاة الليل من أراد الدنيا والآخرة ورضى الله وكل شيء عليه بصلاة الليل هيدا كنز وبتعرفوش صلاة الليل شو هي هنبلش لكون هلأ بالدليفري بالأخها يعني هم نعمل مختص صلاة الليل انت وقاعد يا قليل خصيخ انت وقاعد ركعة وحدة من جلوس بركعة الوطر يلا هي اسمها صلاة الليل يلاك شهرة تقعد انت وعا البسيكليت بالليل مش الحال وركعة وحدة وبتعمل صلاة الوطر الوطر يلا هي صلاة الليل بعد في أخف من هك شو بدك بعد أحسن منه انت وماشي عم تكزدر تصلي صلاة الليل يعني أكتر من هك بعد الله عزيزي ما طالب التقل ما طالب الإرهاق الله طالب النشاط ركعتين في جوف الليل بتدبر وتفكر خير من قيام الليل والقلب لاهن إذن الليل لا يؤخذ فيه المدة الطويلة يأخذ فيه العمل المحبوب وإنقل عشان هيك الواحد بده يسعى أبما فيه حتى لو ما توفقش خير إن شاء الله بس يشوفك الله عز وجل قبل ما تنام بتسجد هيك يقول له يا رب لا أني بنيم حالي ولا أني بفيق حالي ولا برشي كله بإيدك بدك ين يقوم نجيك وفقنا هو يبعط لك بعط لك ملايكي بيهزوك هزي مرتبين يعني يعني مرات فيه واحد بيعرفوا أنا آآ إيجا نط اللي بتعفوا هلا بالليل في شوب وعقص يعني الواحد مرات الله بيبعط العقصات يفيقوا عصرات الليل خلوش ينام كله غارات جوية ها طعو يحك حكي 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 جو عم بيقل له الله بيقوم بعط لك جنود مجندة واحد نيم بالليل بيلاقي بوجه بس يفيق بس هلقادي راسه عم ينوي هلقادي هلقادي راسه يعني بعض ينام هادي بس فأمن على البس انه فاق راح البس هرب فراكي آآ ماضي قال له شو دي عنفقت يقوم صلي صلاة الليل صلاة الليل من ورا البس منحي في ناس لا حب متفجرات بيفقش آآ منبهات طويلة عريضة ما بيفق مرة واحد قال لي قال لي ربطنا حالنا بال بالاخزانة واليدينا وإجرينا بس لن فيق يلات على صلاة الليل لن فيق على صلاة العيد فيقوا لقوا حالهم ساعة عشرة مربطين فك رباط الله بدو بدو يفيق حتى ما يتحرك إذا تحرك يفيق لا تحرك ولا فوق الشريط ولا الحبل ولا الغزان ولا شيء بس الله بدو يفيقك بفيقك يفعل الله ما يشاءه بقدرته ويحكم ما يريده فيه بعزته خلال انتي شو بدو بيطلع بقلبك الله بدك تقوم قل له يا ربي أنا مش من أهل الليل وأني ما بفهمش هولي فيهم أنا بس هيك حابب إذا وفقتني خمس دقايق قبل الأدان الصبح خمس دقايق قبل الأدان بقوم صلي هالركعتين الشفع والواتر بدنش كلهم ثلاثة أربع خمس دقايق بفتح يدي ع السماء قل له يا ربي انتي كريم وفيقتني وأني بشكرة فيها فيها أجمل منها يجرب الواحد معا معنا شي هلا بقى بيتفرج الواحد على شو اسمه لبعض شروع الشمس يعني أمراض إذا بيحب الشغلة بيضل مفنجر عيونه خاصة هولي بيلعبوا بوب جي في منه ملائة أحد المحلات حاطة تدخوتي هوني كمان عمله تاخت حتى يقول يوم يكفي اللعبة يعني سكارسة يعني فاتح له إياه كله قطير صح النوم بيضل يلعب 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 لا يتلف بتعرفش كم صندويشي بيأكل بيخسر أهله المصاري بدفعون الصندويش هلا 120 ألف ملي قد 150 ألف بتاعه خلص هلا وحدا بيعد بيأكل شو عم يأكل وعم يلعب يلا نازل ناتش 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 بيأكل كتير بيستطعمش فيه هون وملتهب لشو اسمه وبيقوم بنام بخيي وقت من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه إنما قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي مشاهك هلما إلهكم إله واحد تعفوا اللي بقولها هالآية شو هادي أكبر منبه استراتيجي بس بدك تنام وقرى هالآية قل له يا ربي أنا اليوم مثلا اليوم شو اليوم الاربعة الخمس يا ربي فيقني اليوم قبل الأدان مثلا الأدان مثلا لاش خمسة لتلت مثلا فيقني خمس ونص قل هالآية أربع ونص عفوا قل هالآية يلا تكل على الله قل هادي الآية وقبع بس تقول لشوفك الله عم تطلبها بيجي بيبعط لك ميت شغلي لتفيعك ميت شغلي بس عن جاب تكون انت ناوي هلا مش كتنا بالله هي النية يعني ناوي والله مش ناوي ماشا في حرقة والله فيش حرقة في موعد اعتبر في موعب مع الله الله عطيك موعد سعة كذا مظبوط أربع ونص إلا خمسة بدوي يسمعك جاء بالي يسمعك هاك دوم انت شو تهتم شوفي عندي عندي موعب مع الله اليوم خي ما تصلي كتير صلي خي بداش تصلي صلاة الليل معلش يا خي نعيك فتح لك صفحة قرآن وقرأ قرآن الله بدي يحكي معك صلاة الليل بتحكي انت مع الله الصلاة والدعاء بتحكي مع الله مع انه الصلاة مشتركة بينك وبينه اول نص الفاتحة منه والنص التاني لإلك ما يشيل عند مالك يوم الدين من الله لإلك إياك نعبد وإياك نستعين منك لالله يعني انت بتحكي مع الله مشترك الحديث مشترك الفاتحة نحك خي ما صلينا الصلاة الليل فتحنا هالقرآن قبل الأدام بكم ديال رينا لنا مثلا مش صفحة يا خي نص صفحة نحك اكتر من هك بس انه الله عم يحكي معك غمد عينك هيك وفتح القرآن بنية انه الله عم يحكي معه أحد الإيرانية ما بيقفش يقرأ عرب فاتح القرآن وعم يبكي اجوا قالوا ليش عم تبكي ما بتعرفش انت عرب شو عم تفهم يعني قالوا مش مهم افهم والله ما افهمش المهم انه الله حبيب وبعث هالقرآن لإله واني حابب افهم هو شو بده بس مش قادر فعم بحكي عم ببكي لانه والله عم يحكي معه بس اني مش فهمان على طلع هو الفهمان على الله انه الله بيحبه وعم يحكي مع الله بلغة الحب مش بلغة القرآن هلا بتلاقي واحد بيفتحها القرآن بيقرأ وعقلاته معه وحواسه معه بس بيستفدش ما برفله جفن فذاك من جاب دموعه جاب دموعه لانه ما احترم القرآن عم يتعاطى مع القرآن انه هو اشعة مضيئة مش القرآن منجيب له انتريك لنضوه القرآن بده اشتفسار نعم بده شرح بده يعني بيان مقاصده بلا بس بده شتفسار كيف يعني بمعنى انه هو يفسر نفسه هو نور النور هو بشاع بس جهلنا بخلينا نشوفه معتم بصير بلنا ضوء تاني ليضويلنا ما نجهله وإلا بالواقع هو بيعطي احد الختيري بايران حد قوم فاء الصباح حافظ القرآن كله جاهل بيعرف الشيء يعني ما بيأكل حرام ما بيحكي ع حدا كل المجتهدين والعلماء اكترهم بيقوم بايران راح وزاروه زاروه وبعيد عن قوم شي اربين كيلو متر يوم التاني كنت بايران يعني وانتشرت الحادسة وثقت الحادسة ومراجع راح وزاروه وطلع بالاعلام وكتبوا له كلمات بالألم آيات وغير آيات صار يقول لهم هادي آية وهادي مش آية يقول لهم شو عم تعرف يقول لهم هادي عم بتضوه هاو الكلمات عم بتضوه هاو دي آيات بس هاو ديك مش عم بتضوه ومش آيات فعلا ها من اللي بيجي واحد حافظ القرآن من دون استاذ زربي مش متعلم يعني شو يمكن لابس شرويل وقلوسة وبيبينكوش بالأرض وبيزرع وعنده طرش وما كذا وهاك تخيل بالآخر بيطلع الصبح حافظ القرآن من الجلدة للجلدة عن غاية شو رأيك القصة لك في شيء اسمه نور فياض وفي شيء اسمه قلب او صافي او معتم فالقرآن على طول هو نور بس المعتم هو القلب من بيضو القلب الليل الليل شمس القلوب الليل شمس الارواح الليل شمس الخطاب الالهي عليكم السلام ورحمة الله الليل هو هو الأقرب من الله إلك الليل فيه قيومية إلهية الليل فيه مباشر الله هو مش ودي أقول لك يعني بدش أقول لك الكلمة الله عز وجل بحركة ما فتكيف الله عز وجل عم يتدخل لي في أكل عنده في أجمل من هذه خمسة دقائق مش رادي أنتخنها يعني لذلك أنا ما بيحكي بالبساطة ما عم بيحكي بالكثرة مش مهم أنا اقعد ثلاثة أربع ساعات المهم لحظة من اللحظات إذا أنا بعرف أنه بركعتين بتنزل دموعي وبحس بالقرب الالهي أحسن ما أنه تصنع عشرين ركعة وأني مش حاضر القلب وأني عم بحاول اشتغلع حالي أنت حط داك بين ضدين الله وهو بساعتها بتولى هو اللي أضحك هو اللي أبكى شو نحن هو بيضحك هو بيبكي وبالتالي أفضل أسلوب للمتقين عند أمير المؤمن عليه السلام هو أنه الإنسان يكون عنده هم بس يهتم أنه في شيء اسمه بالذاكرة اسمه لال في مسائل عويصة ما بتنحل إلا باللال في بعض الشهداء ما بيصيروا شهداء إلا باللال بدي فيقوا باللال قيام الليل وكسر الأشواك يعني الأنا هادي الأصنم هادي أكبر عائقين ضد الشهادة الغفلة والأشواك لما الوحب بيقوم باللال بيحكي مع الله عز وجل بصير أقرب أأنس فيه أنس لأنك عم تحكي بينك وبين الله فيش حدا سامعك هدأت الأصوات هجعت العيون ما في إلا أنت يا رب الحي القيوم بتوقف ديئتان قال له غير لي حيات وحياتكم على الغالي بغير كل شيء الله الله بده توجه بس وجهت وجهي هل أد وجهت وجهي بس هاي جملة هاي القصة كلها كل خلق الدنيا كرميل وجهت وجهي للذي فطرة ومن هون نحن ثقافة الاهتمام بهذا الأوقات النموذجية بالوقت الأصير الحلو بتعمل عماية لا لأنه بتخليك أنت تفعل الطاقات الكامنة هايدي الطاقة الزايدة هايدي الفزع الزايد الهم الزايد الهواجس اللي عندك تبثه إلى الله عز وجل بهذا اللحظة خاصة بالقنوط هلأ بيقولوا بالقنوط مثلا هذا مقام العائد بك من النار سبع مرات فهمنا ندعي إلى أربعين مؤمن فهمنا نستغفر الله سبعين مرة فهمنا العفو 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 تلات ميب مرة فهمنا هاو دي الأساسيات بس قالي إذا ما قلتني مش معتها بتزبطش صلاة الليل بول شي منهم مش قادر يتحمل تلات ميب مرة العفو مشاك بولا عد ما بقدر إلى النفس ما أني أنا مش عم بولون لسمعهم لأله أنا عم بولون لحط يحضر القلب مزلوط قال الله فأني إذا لقيت حالي أنه مش مش هتحمل هادي الكثرة بكتفي بالأدعي اللي أنا بدي إياها بطلب الحرقتي أنا وجع قلبي بطلبه بطلب وجعي بحكموه بوجعي اللي بيقول أخ ما بيكون عم بكذب اللي بقول أخ عدنا الموجه ما بيكون عم بكذب عم بحاس بهذا القنوط جوهرة كبيرة كتير كبيرة لذلك الإمام علي عليه السلام بيوصف المقطع بالليل اللي هو تلاوة القرآن سواء كان عم بيصلى أو كان بعض الصلاة بالليل بهذا الفترة الصغيرة علاقة القرآن بالليل قداش بيأثر بيقول أما الليل فصافونا أقدامهم صافونا اللي يزئينهم ببعضهم بشاك طبعا فهمينهم بيقروا القرآن إنه واقف ها إنه واقفين جرب شي مرة أقرأ قرآن أنتوا واقف كيف مثلا أنتوا واقف قدام ملك وعم تقدم له شغلة جرب شي ديئة بس وقف أقرأ قرآن أنتوا واقف لحالك سكر الباب أنتوا واقف وأحمله بخشوة للقرآن وأقرأ مع الله عز وجل فيك توقف وتقرأ أنتوا واقف يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إذن القراءة أنتوا واقف إلى أثر كمان طيب مش أنتوا واقف أنتوا قاعد عركبك بتصفن لركبك عن جنب هيك مثل تلزقهم ببعضهم وبتحني بتفتح القرآن بين إيديك هلأ مش هم بيكي بعشر صفحات وعشرين صفحة هم بيكي صفحة نص صفحة يا أخي أي وحدة يا أخي من شن حال بدأ يكتب منك سل تالين لأجزاء القرآن يرتلونها ترتيلة الترتيل لا سرعة ولا بطءها عرفت كيف يعني في منهم بيقرأ بسرعة بقى هو باش شاف حاله شو عم يقرأ يعني بيوصل الكلمة الأولية بالكلمة الأخيرة كلهم كلمة واحدة لا نفس لا تقطيع لا تقطيش سحبة واحدة رصور ها وفي بينهم بيقرأ الكلمة بيقرأ لنص صفحة بيقرأ لنص صفحة موت قلب الواحد لا سرعة ولا بطء هذي بسموها التلاوة لا عجلة ولا بطء وبالتالي في حضر يعني صلة مريحة بين الكلمات ها قصد طيب تالين لأجزاء القرآن يرتلونها ترتيلة في استمرار شو بيعملوا بالقرآن آخر صفتين وبوقف يحزنون به أو يحزنون به أنفسهم قراءة القرآن بالليل عن حزن كتير حلوة بالحزن نزل القرآن بالحزن وطلية بالحزن مش الحزن يعني بمعنى عزا بمعنى السلبة حزن يعني حنية حزن يعني رغبة مع زوالها مع خوف من زوالها هدا الحزن يحزنون به أنفسهم لأنه بالحزن إنسان بصير جدي أكتر بالحزن بصير عنده شعور أكتر الحزين الحزين عنده حس مرهف غير الإنسان اللي دايما منبسط وهاك خفيف ما بيكون عنده شعور الحزن بيعطي جدية بزيد بالعقل الحزن بيعطي توجه وبالتالي يحزنون به أنفسهم إذن هم مش حزن على الدنيا مايش عم يحزن على نفسه عم يتحصل على حاله عم بيخلي نفسه تحاس إنه قداش هو خسران وين بد يروح بندان منه وراح بالبكرة شو بد يصير معه بالمستقبل كل هذا بيعمله قلق لذلك بيحزن الإنسان إنه مايكون واصل للمرحلة لنفسه تكون مطمئنة يحزنون به أنفسهم يعني يقرأه بحزن مش ضروري يقلد يقلد القراء ويعمل أصوات ويعمل ترغيل ما مش بالضرورة مش بالضرورة بلال حبشي كان يقول أسهد أن لا إله إلا الله لأنه الأفريقي أنا أشتب أفريقي كثير الشين بيقولوها سين أسهد أن لا إله إلا الله وأسهد أن محمدا رسول الله يقول النبي إن الشين السين عند بلال شين عند الله ماشي الله بيسمع له يا شين ما عليك شي فأني مش بقوله يكون عامل عبد كيف إنه قارئ عبد الباصد عبد الصمد وما بعبشو المنشاوي وما بعبشو باسم الطبلاوي تعرفون هذي القراء لدي مين رحمة الله علي مات منهم بقراء القرآن أنا بقراء بحزن أنا أنا بحزن عم بقراء بحزن عم بقراء كيف الله عز وجل وفقني يقول هاي الآية ما بكر يقول له له هاللي بالقبر وقراء آية بقراش آية اللي قبر بالمية قل له أقراء آية أم أم قل الحمد لله ممنوع بس أنت ما سمح لك عبد كيف يحزنون به أنفسهم يكون حزين الواحد على كثير أشياء بيجهلها حزين أنه كيف بعضه هو مش شاعر بالرضى لإله حزين أنه كيف هو بعضه مش عامل منع في بل شي الحزن بيعمل إرادة وهمة ويستثيرون به دواء أدائهم إذن هو القرآن صيدلي القرآن هو طبيب القرآن هو شفاء القرآن هو علاج القرآن هو مرآة تعكس نقاط الضعف ونقاط القوة عند الإنسان القرآن مثل ما تكون نفسيتك بتقرأه بدك تعرف حالك وقرأ القرآن تعرف حالك تماما كيف بتحس أنتو عم تقرأ القرآن تعرف حالك يمكن قلتلكم مرة أنه السيد علي القاضي لقى أحد تلاميذك سهران كل الليل وعم يختم القرآن قال له بين نعسين وهيك شو بيك قال له في كل الليل شو كده عم تعمله عم بيختم القرآن قال له كيف تختمه قال له بيجي من الدرس ضلني قرأ لا يجي على الدرس وجه أصفر رايح خلاص فارد على الأخ قال له بتقرأ كله قال له إيه قال له طيب بس بدك تقرأ القرآن هلأ اليوم اعتبر أنه علي القاضي قاعد حدق عم يسمع وانتي عم تقرأ قدامه قام إيري 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 وعم يتخيل علي القاضي أستاذه قدامه إيري نص القرآن نعي سنام تاني يوم قال له شو قال له ما كفيتش القرآن نص قال له اليوم اعتبر النبي صلى الله عليه وقال إيه أتحدق عم يسمع اللهم صلى الله عليه ومحمد وقرأ القرآن هاي قام هداك عم يقرأ وحاسس الوجود النبوي حده ما قدرش يتحمل جزء راح غفل تالت يوم قال له لك الله عز وجل عم يسمع اقرأ لنشوف الليل هو عم يقرأ قرآن مات سكت قلبي شيعوا للزلمية راح على بأول يوم عم يقرأ ويسمع وهيك بس رحس انه من اللي عم يحكي معي من عم يسمعني من شايفني بمقدار عظمة الحاضر بصير في تعظيم فلما هداك سابد يركز على العظم الالهي عم تحكي معه الجبار الالهي عم يحكي معك بس عم يحكي معك بصوتك لزة القرآن انه بصوتك فينا يتفكروا هني عم يقروا القرآن عشانك ما بحسش بشي بس لما الله عم يستعملك الله عم يسهلك الله عم بحركلك قدرتك عن نطق عم بخليك تشوف بعيونك تحكي بلسانك تسمع بداينتك الله عز وجل هون ساعته شو عم يعمل عم يتولاك شيخ بهجة الله يقدر يصروح اخر ايامه اخر اخر لحظات ايامه يعني ما عاش قادر اترك القرآن يبسك القرآن يحطه عصدره هون مش قادر اترك القرآن صار في عشق مش طبيعي للقرآن لا القرآن مخزن العلم مخزن المعلومات مخزن الادراك مخزن الكشف لانه ثلاثة ارباع اذا مش كل شخصية الانسان هي علمه شو شخصيته الانسان بلا علم ولا شي ولا شي مثل جرة الفقار ولا شي ولا شي صلصال ولا شي العلم العلم بيكون معك انت واحد بيكون معك انتو عم تفكر انتو رايع انتو جاية امتك هو علمك روحك لازم تكون هي علم اصلا بصير الروح هي علم فاللي ما بيشغل روحه بالمعلومات القرآنية بصير فاضي فراغ عتمي مثل الليل فهو دي اهل الليل لما بيضويلوا ارواح ان القرآن بيكون بالنهار ساعة الليل صار النهار لأله لا لانه استضاء بنور الله بيقوله ما بقى اهل الليل شو بيقوله بالروايات بقوله خلوا بربهم فكساهم من نوره كساهم من نوره جيد اذا يستثيرون به دواء دائم هلا هي ان شاء الله بنحكي بعدين كيف منجيب الاية ونعملها علاج كيف مننقي هالاية ونعتبرها انه في عندي مشكلة يعني كيف بديعالجها بتروح بالطل تقرأ بالقرآن بتلاقي كثير من العلاجات لوضعك بالاية ايات بتدلك على العلاج ايات بتدلك على شو اسمه حضرت فيديو مبارح السيد القائد في واحدة مرض شهيد عم يحكي لها احد رفقات الشهيد قال له الشهداء في اخر الزمن متل انبياء اخر الزمن شهداء اخر الزمن متل انبياء اخر الزمن قامت ما صدقت فتحت القرآن الكريم طلعت عن النبي موسى عليه السلام شهد عن النبي موسى عليه السلام عمالي بيحكي اني انا الله الى اخره الى اخره فالسيد القائد عم يسمع بتقل له يا مولانا شوزي اسمه موسى جوزي اسمه موسى وحبت اني استفسر انه مظبوط هيك عمالي بيصير انه معقولي يعني بدي اشارة بس قلت بشوف بركي اجيني اشارة بالقرآن فطلبت الاشارة من القرآن طوله الله عم يحكي عن النبي موسى وجوزي الشهيد اسمه موسى بقل له السيد القائد دونيها دونيها هادي بتفيد ارش فيها لهذه الخبرية بتفيد كون هادي لذلك يعني الموضوع اكتر يعني له ابعاده وكتر له القرآن الكريم بعض يعني مرات بيحكي بتكون انت عم تستخير او مثلا عم تاخد معلومة من القرآن بشاك عم بتفكر بشغلي هاك ضمرت بشغلي يا خي بدك تستقنع بسموه الاستئناس هلا في ناسهم بسموه الفيل بيجي واحد مولانا فاكر بده خيري انا بيقلي بدي تفتحلي القرآن بيجي انا يعني بفهم خير بانه خيري بقول لا لا مش خيري بس بدي شوف شو بدي يصير معي عبكرة شو انا بنك معلومات لحتى قللك شو بدي يصير معك عبكرة وانتي شو يصير معك عبكرة بدي يعرفه اذا بتصبط هادي وبيتصير وشو كذا مش انه بدي اعمل عمل خيري لا يعمل عمل او اتركه بس شو بدي يصير معي عبكرة بدي ياخد معلومات مستقبلية من القرآن هلا التفاعل بالقرآن حلو الواحد هيك يستأنس هيك يفكر بالآيات اللي تطلعوا له بشاك بياخدوه على صناعة فكرة معينة يمكن الله بدي يهدي من خلال الفكرة ها ممكن بس انه بها الطريقة لا من هون اه اه الداء الداء موجود والدواء موجود نحن على المستوى النفسي عنا كتير داء وان شاء الله بركز عليه ان هون الاد شو بسموه الامراض مشايك اه الادواء في الادواء في الدواء وفي الادواء الامراض بد قرآن من لم يستشفي بالقرآن لا شفاه الله بيجي الواحد بيروح عند الحكمة ريعالج مشكلة الاحبوب اللي فيها ما بتوصل لهذه المشكلة بتوصل للاعصاب بتاعت المشكلة بتوصل لمقدماتها بتخلي يعني بتقوله اعصابه تهدى بس مشكلة مهدئ هو معالج ماشي مرات فيه اوهام لا الدواء ولا الطبيب ولا شو بيعالجها جمين بيعالجها بيعالجها انك انت تهتدى لسبب المشكلة لسبب القلق اللي انت موجود عندك وبالتالي القرآن يشير الى الاسباب القرآن يعالج الاصول جذور القرآن وبالتالي لما بيحمل واحد القرآن دواء دواء الله هذا فيه شفاء اقرأ بما فيه شفاء يمكن يكون مرات داء العمل عقلي والقلب اصعب من العمل عيون وبالتالي من بيخلي الواحد يصير يقشع بعقلاته القرآن تفكير السلام وبالتالي الامراض العقلية والنفسية والاخلائية والسلوكية يعالج القرآن القرآن مش دواء بس للصح بيطيب من الامراض الجسدية في كثير من الاحيان مظبوط في ناس شفهم من وراء الايات عنا ايات بتقول رواية بتقول لو قرأت الفاتحة سبعين مرة على ميت لما كان عجبا انه يستيقظ بفئ من الموت بيقوم سبعين مرة على ميت معناته فيه اسرار بس بدك مين اللي عم يقرأ عفت كيف مين اللي عم يقرأ طبيعة القارئ الى دور بالتأثير القارئ توجهه مع الاية بشيك مع نفس الجو من الحضور بيعمل علة كاملة لتحقيق كتير من القضايا بس نحنا ما اعتبرين القرآن كتاب ورق وقلم وحبر وهالأد وهيون ليش عم يعملنا بالقرآن يعني مش عيب علينا هيدا بيحرقوا من هان هيدا بيمزقوا من هان بيدول الأوروبية ساعب بشعب فيها دولة بتطيعوا عم بتجرقوا وهيدي المجلات اللي بتاع طب ليش اني عم ينتقمن القرآن لأن القرآن لأن القرآن فيه روح لأن القرآن فيه حياة لأن القرآن فيه نور لأن القرآن فيه هداية لأن القرآن فيه إرادة القرآن فيه عزم القرآن فيه علم القرآن فيه رحمة القرآن فيه مشاعر القرآن بيحرك فيه توفيق عشان هيك نحنا محجوبين نتيجة انشغالاتنا النفسية نفس الغفلة هي مرض نفس الإعراض وعدم الميد للقرآن هو مرض مثل اللي بتجيب له هو مقرب لا بيستطعمه لاش عنده كورونا خليت تعال الكورونا اللي فيها تحاصل الشم والذوق خليه كله نشوف يلا خليه نبسط بشي أكله هي زيته بطاطاين زيته ما فيش طعمه ما اللي بديق له قرآن ما ديكون عنده طعمه حاسة الذوق عنده يكون عنده هذه الحاسة إذن الأمراض التي تمنع حب الدنيا الانشغال بالأشياء بديش أحكي بكمان بعض الأمور بتموت بتأسي القلب لذلك القرآن بلين القلب القرآن بيدلك على شغلات بحياتك تكونش سامعة لو قرية مئة مرة تكونش سامعة تفهمها مرة من المرات بفهمك أي بحياتك تكونش منتبه له فبدا يكون عندك شو توجه يجب أن نستنطق القرآن مش نحن نفسره مثل ما بدنا ننطر من الله يقدحلنا بذهننا معنا من المعاني حتى الواحد يقدر يعني يتنور ويقدر يستفيد إذن القرآن عندهو لأهل الطقوة هو دواء لشوه لشفاء الأمراض هدي المتراكمة على القلب كثير من الشغلات تحجب مرات واحد بيحكي على واحد بيقسى قلبه ببطل يفقع صلاة الليل أو بطل يتوفق لقرية القرآن هيك لهالدرجة هدي عقوبات وبالتالي الذي يضوق لذة وحلاوة القرآن ما بيعود يتركوا الذين يمسكون بالكتاب يعني بتمسكوا فيه عطول كام شينه حتى بالكتاب يمسكون بالكتاب لذلك وهو هذا هذا الكتاب هو صورة محمد وآل محمد الله وسهلا محمد وآل محمد وآل محمد وعجل فرج إذن صافين أقدامهم عم بيرتل القرآن بين الله بالسرعة ولا بالبطئ ولكن بحزن وطلبا للاستشفاء جربوا ها خلي واحد يجرب هاك ما حيخسر شي الله لا يكسر حدا ما أمر واحد درسه بيكون عم يجعوا بينامش لا بالليل لا بالنهار بيصير عنده شغلة بتحرموا من كثير شغلات نسأل الله عز وجل إنه يوفقنا بس لحتى نشم ريحة هود المتقين الذي يصنع التقيه وهذا الليل هيا الفقرة هيا الفقرة بتصنع التقوة والتقوة بتصنع هيدا الليل لذلك العمل عمل متبادل عشان هيك إمام على السلام عم يركز عليه لهم أما النهار جاي الحديث بعدين شو بيعملوا بالنهار كي بتصرفوا بالنهار حركاتهم سكنتهم كل هذا مدروس مدوزا عند أمير المؤمنين عليه السلام أسأل الله إنه وفقنا نحن وياكم لكل خير و الله عز وجل بالدعاء دعوني أستجب لكم هيا ما ينقام الشيخ أكرم شو رأيكم مشي حال الشيخ أكرم أب منقيتوا على الله أنتم ما ضل في حدا ها الله عز وجل بدي أرجيك في الدعاء الدعاء هو هكي بيعمل إنه والله مثلا تيجي تقول لي أنت علميا ومعلميا إذ بيعرف قسطه للشيخ أكرم بيقول ما بيقوم واحد غميان 12 ساعة بدي رجعي فيه ما حانيش منتبه له واحد القوضة كلية هاي دي الغاز الغاز الكربون اللي بيقى لريحة اللي بيقتل الدماغ ما ما مش هاك الله عز وجل مرأوا بامتحان ليرفعوا درجاته إن شاء الله رجعوا سالما غانما وارجينا أنه قداش نحن لما بنلجأ لأله شو بيعمل الله عز وجل هاده هو دليل حسي اليوم ما حدا ييقس نحن اليوم الحمد لله رب العالمين عندما لا تنقطع السلع بين القلب وبين ربه الله سيحي هذا القلب ويقوي هذا القلب ويوفق هذا القلب هي مسألة قلوب حذاري من الواحد بعده شاب بيجي يحط قلبه بالوحل حذاري حط قلبه بالوحل وحل هي الدنيا هي الدنيا هي الدنيا هي للتسهيل لتسهيل الآخرة مش لحجب الآخرة الدنيا هي متل درجة السلم تدعس عليها لتترقى مش بتحملها وبتدور فيها بتنزل لكنزول لا الدنيا تطلع عليها لتبحر فيها مش لحطة ليه هي تتغرق نسأل الله التوفيق قبول الأعمال إن شاء الله كل عام وإنتوا بخير مجددا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر